شيخنا كيف يترك الإنسان العادات السيئة والمعاصر التي تضر بالنفس أخوك عباس من العراق يا أهلا ومرحبا طبعا هذه بقوة إيمان الشخص أخي الكريم كثير من الناس حتى إحنا لاحظنا بالأسحلة التي تكتب كثير من الناس كيف تخلص من العادة السرية كيف تخلص من النظرة الحرام كيف تخلص من أكل الحرام كيف تخلص من المعاملة بالحرام كيف تخلص من أموال الحرام إذا أنا مقادر أسيطر على نفسي كيف أترك العادات السيئة التي تكون ضد المبادئ الإسلامية كيف أترك المعاصي التي تكون بالإجمال لا بالتفصيل هذه أخوانك الأخواني الأعزاء أنا ما رح أنطيك يعني فد وصفة الدكتور تروح تاخذها من الصيدلية هذا يعتمد على قوة إيمانك أنتم تسألون هذه الأسئلة هذه الأسئلة وردت في بعض الروايات على شكل أدعي دعاء التوبة مثلا تدعو أدعي تتقرب بها إلى إمام زمانك عليه الصلاة والسلام ولكن أنا أنطيك مفد مفتاح سري هذا المفتاح السري هو ليس وصفة كما هو المعتاد اذهب وقرأ اذهب وعمل تقوية عقيدتك هي ابتعاد عن المعاصي رح تقول له شلون لأن العقيدة قوية لا يفعل المعاصي يبتعد عنها يبتعد يسيطر على نفسه عقيدة تكون قوية عقيدته هي التي تفرض نفسها أمام المعصية أما إذا أنت عقيدتك بسيطة ضعيفة الآن رح أشرح ما معنى العقيدة الآن رح أشرح إذا أنت عقيدتك ضعيفة وأنا أقول لك روح صلي صلاة الليل وصوم أنت صلي صلاة الليل وصوم وراء الفطور تطيق لك فتخمس ست معاصي تقول الشيخنا ما أفادت أكيد لأن عقيدتك ضعيفة هي المشكلة المعممين عاملوكم بهذه الطريقة صلي لك خمس صلوات وقرأ لك دعائين وخلص لك فتصيام ثلاثة أيام رح بعد ما تسوي الذنوب لا رح ترجع للذنوب أنا أقول لك يا أنا أقول لك يا رح ترجع للذنوب أنتم تحتاجون تقوون عقيدتكم أنتم نحن الآن الشيعة أنا أنا نحن بلا عقيدة الآن بدين نصحح عقيدتنا إحنا وين وين العقيدة وين وين عقيدة سلمان وين عقيدة أبو ذر الآن بدين نعرف شوية من أهل البيت وجالسين نتعارك مع النغولة المقصرة ولد الحرام عارك مطاقق إحنا وياهم لين شوية عرفنا ما راضي العقيدة العقيدة تقوية العقيدة هي تقوية على الدين تقوية عرف تقوية العقيدة تقوية على المعصية أنت الآن أمام معركة بين المعصية وبين ألا تفعل المعصية هنا تتدخل العقيدة فتنتصر هنا هنا تتدخل العقيدة فتنتصر عقيدتك عقيدتك بأهل البيت ما هي وشوادم زينين ومات ولا خالقين رازقين مفوض لهم في كل شيء عقيدتك بعائشة شنو شريفة ولا زان يلعب لعب عقيدتك بالمصحف شنو هذا قرآن علي زندق ولا مصحف عثمان مأمورين نعمل به عقيدتك بالخمش شنو واجب ولا أسقطه الإمام عليه السيد عقيدتك في بقية علوم أهل البيت عليهم الصلاة والسلام شنو عقيدتك في معرفة مقامات أهل البيت ما هي عقيدتك في التعامل مع روايات أهل البيت ما هي عقيدتك في التعامل مع المنحرفين ممن يقول أنه شيعي ما هي متهاون قوي هذه كلها عقيدة هذه ليست آراء هذه عقيدة اليوم أصبحت عقيدة هذه الأشياء هذه أصبحت عقيدة إنت قوى عقيدتك شوف التغير اللي يصير عندك والله العظيم الآن أقول كلمة وأتوقع رح تكتبونها حتى أنتم بالتعليقات عشرات مئات المتصلين هذول اللي أنا سمعتهم بأذني بالبث المباشر وآلاف الرسائل والتعليقات شيخنا أنا كنت ما أصلي وبسببك رجعت أصلي شيخنا أنا كنت حتى زيارة ما أزور وبسببك رجعت أزور وأحبه للبيت شيخنا أنا بسببك كنت أسوي الذنوب شيخنا أنا قبل كنت أسوي الذنوب وبسببك تركت الذنوب والآن صرت مناظر شيعي شيخنا أنا شيخنا أنا شيخنا ملايين ملايين هاي آلاف الرسائل والله العظيم والبرنامج المفتوح يشهد اتصالات الشباب تشهد شنو السبب أنا شنو سويت شنو أعطيتكم أنا قلت لكم أقره دعاء قلت لكم أقره دعاء التوسل شنو قلت لكم أنا أنا جيتكم من مكان المعممين لم يأتوكم منه لأنهم جبناء جئتكم من باب العقيدة من باب تصحيح الدين تصحيح التاريخ فجأة أنت نكتت من نكتت أنت نكتت فجأة تغيرت نظرتك للدين تغيرت نظرتك للحسين عليه السلام والطب والزور مو مثل ما أنت تزور قبل تقرأ القرآن مو مثل ما تقرأ قبل تنظر إلى الروايات مو مثل ما تنظر إليها قبل هذا التغيير شنو سره سره اسمه تقوية العقيدة تقوية العقيدة أنت عقيدتك ضعيفة 5% وتسوي ذنوب تروح لك المعمم تقول لك أنا عندي ذنوب يقول لك يقرأ دعاء التوسل ويقرأ دعاء التوبة وصوم ثلاثة أيام تروح تسويهم أنت بقلب صادق خلص الثلاثة أيام ترجع تسوي ذنوب مضاعفة أنت مو فاهم شنو جالس يصير المعمم مو فاهم شنو جالس يصير السر هو العقيدة قو عقيدتك كل ما قوى الإنسان في عقيدته كل ما ابتعد عنه الشيطان وخاف أن يصل إليه خاف يقول هذا هذا شيعي من أتباع علي عليه الصلاة والسلام الحقيقيين هذا أنا أروح شسو ألف وياه أروح أقول لي القرآن كامل ولا الخمس واجب ولا أقول للإمام ما يخلق بعوضه ويصير بن زنه شنو أقول له هذا أنا أروح شنو ولا أقول لعائشة الشريفة يصير بن حرام إمنيا ما أجي قافلها علي هو الشيطان يتكلم يقول قافلها علي أروح شنو أسوي له شنو أسوي له إذا العقائد مو قادر لأنا أحرف بيها أروح شنو أقول له أروح أقول له أنظر إلى بنات ولا أروح أقول له مثلا أسرق أموال أكيد ما رح يسوي هالأشياء أكيد شوف 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 أكيد ما رح يسوي هالأشياء ما رح يسوي هالأشياء يقول أنا ما رح أسوي هالأشياء لأن أنا أنا ما سويت الذنوب الكبار أجأ أسوي هالأشياء أبتعد عنها إذا صدرت صدفة إذا صدرت بالغلط إذا صدرت بدون قصد هذا خب إلا كلام فيه وإلى التوبته وإلى كلامه نحن نتكلم عن الحالة الاستمرارية عن الحالة التي لا يسيطر عليها الإنسان على نفسه نتكلم عن حالات فردية صدفة نتكلم عن حالات مستمرة مقادرة السيطرة على نفسك قوى عقيدتك ابني قوى عقيدتك قوى عقيدتك شوف التغيير رح يصير اللي بداخلك واسأل المجربين كثير من جمهور قناة المنتقم عليه الصلاة والسلام كانت عندهم مشاكل والحمد لله صار وين الآن يوضاهون الألف مرجع إذا تريد تقيس واحد منهم تعادله بألف مرجع شيعي ألف لأن علا علا باعتقاده بتصوب بأفكاره بكلامه بعقيدته بطرحه باستماعه بنظافة روايات العترة الطاهرة فصار يعني الشيطان يراه شيء صعب يوصل له مو بسهولة فهذا واحد من أفضل الحلول هو وتقوية العقيدة تقوية العقيدة